تدمور تعود بوابة الشرق السوري مرة أخرى كما كانت بعد الانتصار الذي حققه الجيش السوري وحلفائه ما بعد تدمور القريتين لإغلاق الجيوب خلف وحدات الجيش قبل أن يتوجه نحو دير الزور أو الرقة الفراغ الذي أحدثه وقف اطلاق النار سيحول جهده وقدراته العسكرية نحو مناطق أخرى أعتقد أن المدن والبلدات التي تسيطر عليها داعش ستشهد مزيد من العمليات العسكرية السورية المدعومة من روسيا القتال استنزف العشائر والجماعات التي بايع الداعش في البادية ولسيما في السخنة الكفة ستكون مرجحة للجيش أي كان الاتجاه الذي سيسلكه سواء نحو الرقة التي تبقى احتمالا قائما أو دير الزور التي تبدو مرجحة بسبب بوجود قوات الجيش داخل المدينة وتعمل على الالتحام بالقوات المتقدمة من تدمور عندما تحين ساعة الصفر أكثر من 500 قتيل لداعش الذي لم يتمكن من الانسحاب بسرعة فضلا عن أن مجموعات مقاتلة منه محلية رفضت الانسحاب إلى دير الزور أو الرقة وبقيت تقاتل على أطراف المدينة لإبطاء تقدم الجيش نحو معاقلها القريبة في السخنة والقريتين وباقي مناطق البادية تدمر أيضا سياسيا تحريرها يتزامن مع انتهاء الجولة الثانية من جناف والتحضير للجولة الثالثة وأجندة ضاغطة تهدف إلى انتزاع تنازلات من الحكومة السورية في المرحلة المقبلة كما أن هذا الانتصار سيسمح بتصليب موقف المفاوض السوري في الجولة المقبلة ووضع المفاوضات مرة أخرى تحت إيقاع الميدان والانقلابات الجارية في موازن القوى لمصلحة الجيش السوري وحلفائه والمفاوض الحكومي إذا ربطنا بين عملية تدمر التي جاءت تزامنا مع الهجمات التي حصلت في بلجيكا والجو العام السياسي على المستوى الدولي سيدفع الجميع للتمسك بأن دمشق هي أهم شريك لابد من المحافظة عليه بمؤسساته العسكرية وحتى الأمنية والسياسية ولن تقتصر نتائج استعادة تدمر على البادية فمع انتشار الجيش في ريف حلب الشرقي استعدادا للتقدم نحو الرقة سيكون داعش مرة أخرى في الشمال السوري وطرق إمداده نحو الشرق تحت تهديد الجيش وسيكون مضطرا إلى الاختيار بين انتشاره في الشمال أو إعادة بناء خط دفاع جديدا حول معاقله في الشرق السوري نحو الرقة ديما ناصيف ديماشق الميادين ترجمة نانسي قنقر